اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلن الجيش اللبناني انطلاق عملية فجر الجرود ضد تنظيم داعش بعد تصاعد وطيرة قصفه لمواقع التنظيم في تلال القاع ورأس بعلبك شرق لبنان ويحاول الجيش التقدم والسيطرة على بعض التلال التي يتحصن فيها مسلح داعش صعدت قوات النظام قصفها على حي جوبر وعين ترما خلال الساعات الماضية بعدد من صواريخ ارض ارض بالاضافة لسقوط خمس قدائف مدفعية احدها تحوي غزر كلور السام وسط حي جوبر ما ادى الى مقتل خمسة مدنيين وعشرات الجرحة بعد ان كان من المرتقب ان يجري تطبيق هدنة وقف اطلاق النار بين كل من قوات النظام والمعارضة السورية بضمانة روسية قتل سبعة من عناصر تنظيم داعش الارهابي في قصف جوي خلال عبورهم من مدينة القائم غرب العراق الى سوريا واكد مصدر امني في محافظة الانبار ان طيران التحالف الدولي قصف عددا من عناصر داعش خلال محاولاتهم العبور من القائم غرب الرمادي الى سوريا قالت الشرطة الفنلندية السبت المشتبهة في تنفيذ عملية الطعن بمدينة توركو مساء الجمعة مغربي الجنسية يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما واضفت الشرطة انها تجري تحقيقا في حدث الطعن الذي وقع الجمعة باعتباره عملا ارهابيا وقالت وسائل اعلام محلية في وقت سابق ان الشرطة داهمت شقة في شرق مدينة توركو واضحت انها متأكدة تماما من تحديد هوية المهاجم الذي قتل شخصين واصاب ثمانية خلال عملية الطعن قال المبعوث الدولي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد ان ميليشيات الحوثي قصفت الاراضي السعودية بالصواريخ مضيفا انها استهدفت ايضا سفنا قبلة ميناء المخى وهو ما يهدد سلامة الملاحة الدولية واستعرض المبعوث الدولي الى اليمن ولد الشيخ احمد مقترحا لضمان عمل ميناء الحديدة والتي تتضمن تشكيل لجنة يمنية من شخصيات عسكرية تحظى بقبول واسع وتعمل تحت اشراف الامم المتحدة حدرت دراسة بريطانية حديثة اجريت بجامعة اوكسفرد البريطانية من ان التدخين يزيد من خطر اصابة كبار السن بالضعف البدني بالمقارنة بغير المدخنين او من اقلعوا عن التدخين وذكر الباحثون ان هناك اخطار اضافية للتدخين حيث انه يرفع خطر الاصابة بعدد من الامراض مثل مرض الانسداد الرؤوي المزمن ومرض القلب التاجي والسكتة الدماغية نهاية الموجز الى لقاء اشتركوا في القناة